بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بعد أن تناولنا في الحصة الماضية خصائص العامة والخاصة للقرآن الكريم باعتباره المصدر الأول والمصدر الأهم والمصدر الذي يجب الرجوع إليه قبل كل شيء في التشريع الإسلامي سنحاول أن نتمم في هذه الحصة تبيان هذا المصدر وتبيان أهميته وتبيان لماذا يجب الرجوع إليه قبل أي مصدر من المصادر الأخرى باعتباره كلام الله سبحانه وتعالى فكما سبق أن أشرنا فالقرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل في محكم آياته على نبيه صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي للإعجاز بصوره والمنقول إلينا بالتواثر والمكتوب في المصاحف والمبدؤ بصورة الفاتحة والمختم بصورة الناس فالله سبحانه وتعالى لم يشأ أن ينزل القرآن الكريم جملة واحدة بل نزل منجما أي أنه نزل مفرقا وفي ذلك حكمة من الله سبحانه وتعالى فكل شيء يقوم به أو يأمر به الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فإلا لحكمة بالغة وفيها خير للمنزل عليه القرآن الكريم ومن ثم فقد نزل مفرقا على امتداد ثلاث وعشرين سنة وكان نزله إما إجابة لسؤال يسألونك عن الساعة الله سبحانه وتعالى قد أجاب إجابة عن سؤال أو استفتاء أو بيانا لحكم أو بيانا لأمر حادثة الإفك التي تهمت فيها أمنا عائشة في عرضها وبرأها الله سبحانه وتعالى وأنزل في هذه المسألة آيات بينات أو أنه بيان لحكم واقعة عرضت على في المجتمع الإسلامي وقت ذاك وفي بعض الحالات كان القرآن الكريم ينزل ابتداء أي بدون أن يسبق نزوله وقوع سؤال أو حدوث واقع وبالتالي مسألة مهمة جدا فلا يمكن فهم القرآن الكريم أو فهم كثير من الآيات في القرآن الكريم دون الوقوف على السيرة النبوية العطيرة لماذا؟ لأن إذا فهمنا السيرة فهمنا أسباب نزول الكثير والعديد من الآيات التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا إما لتبيان واقعة أو لإجابة عن سؤال أو لإنزال معجزة بطبيعة الحال للرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ينقسم من حيث الإجمال والتفصيل إلى أربعة أقسام هناك شريع مجمل وهو مجمع أو مجمل العبادات كل العبادات المتعلقة بالصلاة والصوم والزكاة والحج إلى غير ذلك إذن كل هذا تشريع مجمل أيضا القسم الثاني يتعلق بالتشريع الذي فيه البيان على نحو ما كالأحكام المتعلقة بالجهاد كالأحكام المتعلقة بالدفاع عن النفس أحكام المتعلقة بالعلاقات بين الأمم والشعوب أو ما يمكن أن نطلق عليه في المصطلح الحالي بالعلاقات الدولية والقسم الثالث والتشريع التفصيلي ومثله مثلا القصاص والحدود والحلال والحرام من الطعام ما هو الذي أحل لنا والذي حرم علينا وأصول وروابط الأسرة مكانة المرأة في المجتمع مكانة الأولاد دور الأب في الأسرة الميرات وتوزيعه بطبيعة الحال استنادا إلى القرابة أو القرابة وإلى علاقة الدم وليس فقط استنادا إلى هل الأمر يتعلق بذكر أو أنثى إذن هذا تشريع تفصيلي وقسم الرابع القواعد العامة للتشريع والاجتهاد وعموما فقد بنيا التشريع انطلاقا من القرآن الكريم على التدرج والتيسير والتقليل من الأحكام حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قيّر ما بين أمرين إلا اختار أيصارهما فأن هنا أنا أن نسأل عن أشياء يعني لم يتم التطرق إليها أي لم تبدلنا وبالتالي يجب أن نبقى دائما في حدود الأحكام التي جاءت واضحة في القرآن الكريم والتي فصلتها السنة النبوية وقدلت السنة النبوية الشريفة على حجية القرآن الكريم وقد جاء ذلك صريحا في أحادث الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة على السنة الفعلية حيث كان صلى الله عليه وسلم يطبق كل ما جاء في القرآن الكريم تطبيقا صحيحا ولا يحيد عنه أبدا وكان كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فأجابت كان خلقه القرآن الكريم لذلك فالله سبحانه وتعالى لا يريدنا فقط أن نحفظ كتاب الله في وأن نحمله في صدورنا وإنما يريد أيضا أن يجد أطرا للقرآن الكريم في تصرفاتنا وفي أفعالنا لذلك كان خلقه القرآن الكريم ليس أنه حفظ القرآن الكريم وإن كان قد حفظه ولكن كان خلقه القرآن الكريم أما السنة القولية الدالة على حجية القرآن الكريم فكثيرة منها عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن مأدبة الله فأقبلوا مأدبته ما استطعتم وإن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد قتلوه فإن الله يأجركم يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول لكم ألف لام حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف وبالتالي فهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم على ملازمة القرآن ولأن القرآن أيضا يكون شفيعا لصاحبه يوم القيام ومن أسباب نزول القرآن الكريم مفرقا أنه لحكمة أن يسهل على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته حفظه واستيعابه لأن آنذاك لم تكن أساليب التوتيق كما هو عليه الأمر الآن ويقول الله سبحانه وتعالى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل سورة الفرقان الآية رقم 32 ومن ثم فإن هذه الطريقة تيسر على الصحابة كتابته وتدوينه فقد كان أكثر الصحابة أميين لا علم لهم بفن الكتابة والتدوين ومن ثم فعندما نزل مفرقا سهل عليهم الأمر كذلك ثم أيضا أن حكمة الشارع اقتضت أن يكون القرآن ناسخ ومنسوخ وأن يكون هناك تدرج في التشريع لن ينزل الحكم الأيسر أولا فإذا ما قبلته النفوس نأتي إلى الحكم الأبد الذي يحقق المصلحة الدائمة ولا يأتي النسخ والتدرج في التشريع إلا بنزوله مفرقا خاصة وأن الناس الذين نزل عليهم أو الأمة التي نزل عليها هذا القرآن كانوا أمة يكرهون الأوامر ويعيشون بكل حرية وبكل طلاقة ومن ثم فإذا جاءت الأمور التي استمنعهم من كل شيء فإنما سيكون ذلك نفورا سينفر من هذا الكتاب وبالتالي فقد جاء القرآن بيسر وبتدرج ومفرقا وبالتالي فحتى هذه الطريقات تعلم الناس الالتزام وفق قواعد مضبوطة ووفق قواعد فيها نوع من اليسر حتى لتلا يتم إتقال كاهلهم بالتكليف أو يشق عليهم بكثرة العمل القرآن جاء للوفاء بحاجة البشر ومن أوجه إعجاز القرآن الكريم أنه جاء بتشريع واف بحاجة البشر في كل زمان ومكان ولا يوجد مثل هذا في أي كتاب من الكتب السماوية لأن فيه إعجاز حتى على مستوى اللفظ أو على مستوى ما يمكن أن نطلق عليه غرابة اللفظ ففيه إصلاح العقائد عن طريق إرشاد الخلق إلى ما يزكي النفس ويغدي الروح لأنه نقرأ يقرأ وارتقي عندما تقرأ القرآن ترتقي وعندما تصلي تقرأ القرآن ترتاح أرحنا بها يا بلال أيضا إصلاح العبادات عن طريق إرشاد العباد إلى فضائلها وأهميتها وتنفيرهم من رضائلها في حدود الوسط لا إفراط ولا تفريط إذن فالله سبحانه وتعالى قد أقرأ العبادات ولكن في نفس الوقت يسر الأمور للعباد فالصلاة قد تصلى كاملة وقد تصلى قد يصليها الشخص قائما قد يصليها جالسا قد يصليها قاعدا قد يصليها نائما قد يصليها بعيني على حسب الوضع الصحي الذي يوجد فيه قد يصلي بالماء يعني يتوضع بالماء وإن لم يجده فإنه يتمم أي اتقوا الله أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتقيوا اتقوا الله ما استطعتم إقرار أيضا إصلاح الحكم وسواء كان تعلق الأمر بالحكم فيما بين الناس أو فيما يتعلق بالحكم الدولي عن طريق تقرير ما يسمى بالمساواة بين الناس والوفاء بالعهد والبعد عن الكذب وأكل أموال الناس بالباطل كالرشوة والربا والإصلاح النساء عن طريق احترام المرأة وتقديرها وإعطائها جميع حقوقها الدينية والمدنية والسياسية وإذا نظرنا إلى هذه الوضعية سنجد بأن الشريعة الإسلامية توفر للمرأة الإنصاف أكثر من العدل لأن المرأة تحتاج في بعض الوضعيات إلى ما يسمى أو ما يطلق عليه حاليا بالتمييز الإيجابي وقد حمل الإسلام المرأة وهي شقيقة الرجال في الحكم ومن تم فإصلاح الحكم لن يقوم إلا بمنح المرأة كل حقوقها وهذا طبيعة الحال من الأمور التي يركز عليها القرآن الكريم والتي يؤكدها الرسول صلى الله عليه وسلم بأحاديته وبأقواله وبأفعاله وما يقوم به تجاه نسائه من معاملات ومن إكرام ومن حسن المعاشرة أيضا أن القرآن قد أخبرنا بالمغيبات ففي الماضي تحدث القرآن الكريم عن كثير من قصص الماضي وأخبار السابقين وقصص الأنبياء يعني كقصة نوح عليه السلام كيف لرجل يؤمر ببناء سفينة في أرض قاحلة لا يوجد فيها شجر ولا يوجد فيها ماء ويسخر منه قومه وكيف تطورت الأمور إلى أن بنيت السفينة ووقع ما وقع وهلك من كان يستهزئ بسيدنا نوح عليه السلام وكما يقول الله سبحانه وتعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا إذن فقد أخبرنا يعني بأمور لم نعاشرها مثلا عندما نقرأ قصة أصحاب الفيل فهي قصة لأبرها عندما تقدم لهدم الكعبة إرضاءا للحبشي إرضاءا للحبشي الذي بنى له كنيسة تسمى القليس وبالتالي فأراد لكي يحج الناس إلى تلك الكنيسة عليه أن يهدم الكعبة فوقع ما وقع وبالتالي فهذا يعني ما يسمى بعم الفيل فهذا خبر حدثنا به القرآن الكريم من زمن الماضي أيضا من في زمن نزول القرآن أخبار عما يتصل بالله سبحانه وتعالى وملائكته والجن والجنة والنار وغير ذلك مما لا يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم به أو يرى إنما هو وحي يحافى فعندما ينطق الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينطق عن الهواء وبالتالي كل ما أخبرنا به فإنه من وحي الله سبحانه وتعالى أيضا أن القرآن الكريم قد أخبر به المغيبات في المستقبل فقد أخبر القرآن الكريم أن أمور معينة كثيرة ستقع في المستقبل ومضت الأيام وتحققت على النحو الذي أخبرنا بها القرآن الكريم وهذا يؤكد بأن القرآن الكريم من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدنا فيه اختلافا كثيرا ولما صدقت تلك الأنباء المستقبلية التي جاءت في هذا القرآن الكريم فقد قال سبحانه وتعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون سورة الروم الآيات ثلاثة وعلى سبيل التوضيح فقد تأكد ذا العلماء بأن أدنى نقطة في الأرض هي النقطة التي غلبت فيها الروم تأكيدا لصحة هذا القرآن الكريم فكيف لرسول أن يحدد لنا فعلى المستوى الجغرافي أدنى نقطة في الأرض وهو لا يعلم هذا العلم ومن ثم فإن هذا الكلام كلام الله وأنه جاء على رسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا بهذه الآية أيضا حجية القرآن اتفق العلماء والفقهاء على أن القرآن هو المصدر الأول للتشريع وأنه حجة يجب العمل به فعلى الفقيه والمجتهد والذي يفتي أن يقتبس منه الأحكام بما يطرح عليه من وقائع ويجد من أحداث بل إنما عدى القرآن الكريم من التشريعات الأخرى ترجع إليه باعتبارها أدلة للتشريع ومصادر للأحكام الفقهية ولولا شهادة القرآن لها بذلك لما تمتعت بهذه الميزة أو نالت تلك الخاصية بمعنى أن القرآن الكريم هو الذي يزكي بعض المصادر الأخرى للتشريع ومن نصوص القرآن التي شهدت وزكت باعتبار السنة من أدلة التشريع قوله تعالى وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فِي سُورَةِ قطعي التبوت فلا زيادة ولا تحريف ولا نقص فيه أما دلالة القرآن على مستوى الأحكام فقد تكون أحكام قطعية وقد تكون ظنية وذلك تبعا لاختلاف اللفظ من حيث دلالته على معنى واحد أو أكثر من معنى في اللغة العربية فعندما يكون اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد نقول بأن الحكم قطعي وعندما يحتمل ويحتمل أكثر من دلالة نقول بأن الحكم هنا ظني فإذا كان اللفظ كما قلنا لا يحتمل إلا معنى واحد وذلك عندما نقول مثلا في الميرات لفظ النصف لفظ التلتين لفظ التلت وإن كانت واحدة فلها النصف وإن كنا فوقتنتين فلهنا تلثة ما ترك فالنصف لا يمكن أن يحتمل إلا معنى واحد فنقول هنا بأن الحكم حكم قطعي أما اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى فيطلق على هذا اللفظ بأنه لفظ ظني الدلالة لاحتماله أكثر من معنى ومثل ذلك لفظ القرن في قوله تعالى والمطلقات يتربسن بأنفسهن ثلاثة قرؤ فلفظ القرن له أكثر من معنى في اللغة العربية فالأول يطلق على الحيد والثاني يطلق على الطهر الذي قد يكون بين الحيدتين ولهذا كان محلا للخلاف وليس للاختلاف لأن في نهاية الأمر يعني أن هناك فترة استبراء الرحم يجب احترامها أو هناك فترة يعني بالنسبة للمطلقة وهناك يعني فترة زوال كل الحيد يجب احترامه وقد أكدت السنة النبوية وأكد العلماء أن القرء أو الطهر في نهاية الأمر يؤدي إلى نفس المعنى وإن كان هناك اختلاف في اللفظ وبالتالي فذهب البعض إلى أن المقصود به الحيد والآخرون ذهبوا إلى أن المقصود به الطهر وعلى الأول تكون عدد يعني حسب الرأي الأول تكون عدد المرات ثلاث حيضات والتاني بطبيعة الحال تكون على ثلاثة أطهر أو ثلاثة أطهر ومن ثم فهذا اللفظ يمكن أن نطلق عليه لفظ ظني هذا باختصار شديد ولن نوفي كتاب الله حقه ولو يعني خصصنا له يعني كثير من الساعات ولكن وددت أن نقف عند أهمية القرآن الكريم وأهميته كتشريع أولي من مصادر التشريع الإسلامي وهو المصدر الأول وهو دستور المسلمين وهو الذي يجب الرجوع إليه حتى إذا استعصى الأمر ولم نجد في كتاب الله فإننا نرجع إلى المصدر التاني والسنة النبوية وأهمية القرآن الكريم أنه كلام الله لذلك يقول العلماء إذا أردت أن تتحدث مع الله سبحانه وتعالى فاقرأ القرآن ولذلك ألزمنا بالتخشع في الصلاة لما ذلك أننا عندما نقرأ القرآن فإننا نقرأ لجب أن نستحذر بأن هذا كلام الله وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته